مساء الخير و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية في موضوع ببقيتش فهمه و دايما اي مشكلة بنلقى طرف يشتكي منها و طرف اخر يشتكي منه يعني عندك مشكلة مع الكهرباء فتشتكي وزارة الكهرباء و عندك مشكلة مع البترول بتشتكي وزارة البترول انما في مشكلة في مصر المصريين كلهم بيتكلموا فيها بس المراضي ما فيش حد عنده المسئولية الكاملة في الموضوع يعني ما تقدرش تروح تقول لحد مثلا دي مشكلة حلها لانه نفس اللي انت ممكن تقوله دي مشكلة حلها هو نفسه بيشتكي منها اوضح اكتر مشكلة ما يسمى بضيوف مصر التسعة ونص مليون اللي موجودين انا بصراحة ما بقيتش فاهم انتو متضيقين من وجودهم ولا مرحبين بوجودهم ولا عايزين تقلل وجودهم يعني اتحدى حد يقول لي ايه هي سياسة الحكومة المصرية في هذا الامر يعني ايه هي الرؤية الرؤية هي يعني مثلا اجي افهم طيب زعلانين يعني مثلا في لبنان هم عايزين يرحلوا اللاجئين السوريين اللي موجودين في تركيا عايزين يقللوا عدد من اللاجئين في العراق كل دولة عندها هدف وفي دول لا في دول بريطانيا مثلا قرروا انه اي حد حيجي لهم حيبعتوا رواندا يعني انت جاي تقعد في بريطانيا احنا هنبعتك رواندا عشان تحرم تفكر تيجي هنا تاني خلاص انا انا عايز اتكلم في الموضوع لا مع ولا ضد انتو عايزين ايه انتو عايزين تخلوهم طيب نرجع تاني للحقائق تسأل التشات جي بي تي هو فيه كم لاجئ اخدوا بالكوا من المحددات لانه مهم كم لاجئ في مصر عام اربعشين يعني لغاية في عام اربعشين فيه كم لاجئ فيرد عليك التشات جي بي تي يقولك هناك ما يقرب من خمسمية ستمائة الف لاجئ بيتكلم على ايه لاجئ طيب تسألوا هو فيه كم مهاجر عايش في مصر فيقولك ما بين تسعة مليون وتسعة ونص مليون تسألوا ايه الفرق بين المهاجر واللاجئ ده حاجة وده حاجة تانية يعني انا مثلا لو روحت بكرة قررت اعيش في لبنان قررت اعيش في اليونان خلاص انا بقى لاجئ يعني روحت اجرت شقة واعدته وجبت عيالي واعدنا انا بقى لاجئ انا قاعد هاخد اقامة شرعية في هذا المكان ادفع فلوس الاقامة والتزم ايه اذا كانت دولة ابقى بتدي اقامة بان انت تبقى تشاري شقة بتدي اقامة انك تدفع مبلغ معطوع كل سنة ايا كان نظام الدولة طيب هتحدى حد يقولي في مصر ايه هي سياسة الدولة في هذا الامر ولما ابتدي اتلمس او اتحسس انت عايز طيب زعلان من مين وعايز تماشي مين انت عايز تماشيهم يقول لك اه احنا هنماشي طب هتماشي مين يقول لك في واحد في ستة اكتوبر شتم المصريين طيب فيه تلاتة فيه المهندسين قالوا كلام وحش عن مصر اربعة يعني كده اربعة تنفر فيه عشرة موجودين فيه مكان ما معهمش اقامة 25 من التسعة مليون ونص انت عايز ايه انت عايزهم يفضلوا تسعة ونص يعني انت كل مشكلتك ان هم يجوا لك ويوفقوا اوضاعهم يعني يجي يقول لك انا اسمي ابراهيم السيد محمد سوداني الجنسية اعيش فيه بتاع وادي رسوم اللي بدفعها ايا كانت كانت بالدولار او بالجنيه المصري وطلع لي كارت لو سمحت انت لاجئ لا انا مش لاجئ انا مش تابع المفوضية بتاعت اللاجئين انا تابع يعني وزارة الداخلية طلع منها التصريح بتاعي واحد هو ده اخرك يعني هو ده اللي انت عايزه انا مش فاهم يعني انت عايز الناس توفق اوضاعها ويفضلوا تسعة ونص مليون اتى حد حد عارف الاجابة فيه ناس يقول لك رحلوهم انت عايز ترحلهم انا ما سمعتش رحلوهم دي من اي مسؤول مصري المسؤولين المصريين بيتكلموا عليه على اي حد عنده اقامة غير قانونية وده في بلاد الواق الواق كدر عندكش اقامة قانونية احد كتب ترحل دول كام من التسعة ونص مليون يعني يتحدثون في الارقام انه اكبر عدد من اللاجئين في مصر هم اخواننا السودانيين اربعة ونص مليون واخواننا السوريين ما بين واحد ونص واثنين مليون ثم يأتي العراقيين واهلنا من اليمن وهو الاخر دي الارقام اللي انا بيتحافظها انتوا عايزين ايه اصلوا انا كل ما اتكلف في الموضوع ده يطلع ان يقول لي ايوه حاضر ما لكش دعو بي انا بقى اللي باسأل مش انتوا اليومين دول في مسؤولين المفروض يتكلموا قل لنا ايه خطتك من هنا لسنة تلاتين مع ضيوف مصر يعني رئيس الجمهورية رجل يعني يعرف معنى الانسانية ومعنى الظروف في العالم والحاجات اللي حوالينا في دول الجوار عندك ليبيين عندك سودانيين عندك فلسطينيين عندك سوريين عندك عندك انت خطتك ايه يا عم يقول لي يعني مثلا تيجي تقول لي والله لا انا تسعة ونص مليون دول كتير علي طيب السؤال مباشرة معلش انا اسف بقى واستحملوا السؤال هل تتلقى مصر اي معونات لا علاقة باحتضان مواطنين في مصر تانيه والسؤال هل تتلقى ما هو لو انت بتتلقى مساعدات علشان تقدر تصرف عن ناس ديت اي حد دلوقتي في ظل الازمة الاقتصادية بقى يقول لك ايه لا ده في تسعة ونص مليون احنا مش عارفين نعيش ماشي عم هتعمل ايه عندك تلات حلوك سهلهمش رابح حل اولاني اهلا وسهلا مصر بلدك بس حضرتك يعني وضب نفسك انا عايز ابقى شايفك اعرف انت مين اه كذا 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 الحل التاني انا متشكر قوي انا ما اقدرش اصلاح احمل الكلام ده انا مش عايز الناس دي انا مش عايزهم لا ام ولا انا مش عايز نمرة تلاتة انا هابقي على اللاجئين فقط اللي هم معاهم الكروت بتاعت الامم المتحد في حل رابع طب انتو بتعملوا اني واحد وانتو عايزين اني واحد التحدى حد يعرف مصر عايز ايه حتى الناس كلها اللي تتكلم ما تيجي تتكلم معاه تقوله ايه يقولك لا ده مبارح قال ان مصر كهلو ما حق يتقطع لسانه اللي يجيب سينة مصر بسوق يمشي زيه زي لو هو موجود في امريكا لو موجود في البرازيل لو موجود في المملكة العربية السعودية التهجم على الدولة وعمل اي حاجة تضر الدولة يمشي واحد اتنين عشرة خمسين مية في مية بيذكره مصر بسوق يمشي في الف الفين تلاتة اربعة هل حد يعرف الناس اللي ما عندهاش اقامة قانونية في مصر ادي لو انتو بصوا جماعة عشان بس ايه على رأي ميكا في المسلسل اما قالك احنا عاديين نحرق في المكنة عشان ما نقولش نحرق في المكنة يا احنا دولة زي عمرها كله ترحب بيه ديوفها في اطار قانوني في اطار مؤسسي في اطار لا علاقة بالرسوم لا علاقة بالبطاقة لا علاقة بهذا الامر او والله انا زي مثلا ما الادارة اللبنانية قالت اخوانا الليبيين دلوقتي عندهم مشكلة مع السودانيين على الحدود بيخش عندهم سودانيين كتير واو الاخر قالك لا انا مش قادر استحمل اردوغان عمل اردوغان لما جاله تلاتة مليون على فكرة ده بقى عنده تلاتة مليون لاجئ مش ضيف لاجئ يعني يعني توصفهم الدولي امام الامم المتحدة والاتحاد الروبي فكان اردوغان انتوا عارفين هو رجل عظيم جدا في البراجماتية اللي هم دول بكام حد حيص انا انا دوليتي فيه ازمة اقتصدية وما اقدرش اصرف عن الناس دي هتقدروا يا اتحاد اوروبي ولا اعديهم لك هناك ارجعهم لان انا مش حقدر اخليهم عندي فقالون لا 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 ما لكش دعوة احنا هنتصرف معاك وحنشوف معونات وحنشوف مش عارف ايه وحنبقى تأكل وحنبقى بتاع الليبي ابتدى يبقى فيه نوع من انواع الاستيعاب بشكل او اخر رغم انه حصلت عمليات كراهية للسوريين وطبعا فيه كتير منهم راحوا على الحدود ودخلوا انقرة واستنبول ومشاكل كثير انما في النهاية هو الرجل كان واضح انا مش هاخد الناس دي غير من خلال برنامج لاجئين اه انترناشنل لا علاقة بمعونات واضحة علشان انا على فكرة مش عيب انا ظروفي لا تسمح انا ما اقدرش اخد الناس دي انا ما اقدرش السؤال انا لو مواطن عايش في مصر سوداني ليبي سوري فلسطيني ايا كان لو رحت وعملت اه اه يعني تقنين للاقامة بتاعتي في مصر خلاص ما فيش مشكلة ما عرفش يعني انت هي دي مشكلتك كلها انه مثلا في مبلغ بتدفع اظن مش عارف حاجة كم دولار حاجة بتدفع في السنة ويبقى معاك اقامة عظيمة سارية هل ده كافي عشان بس لانه انت في مرحلة حارجة والاقتصاد يا دوبك انت يعني بدل ما بتنور لمية انت بتنور لمية وعشرة مليون بدل ما بتأكل لمية انت بتأكل مية وعشرة مليون ماشي هل انت راضي معرفش هل انت راغب هل انت يعني مثلا عايز اقول لحضراتكم هناك دول عندها من الحكمة والنطج والتاريخ والمكان والاخر والسياسة انه والله هذا الامر انا بعمله ان ليه دور ده مثلا ده انا بعمل تخريجة يعني بس فيه ناس تعمل كده انا ليه دور انا بستوعب الناس دي لانه مصر ام الدنيا وانا ليه دور استوعب الناس دي اخوانا في السودان كان عندهم مأساة وما زالت المأساة مستمرة وما زال النزوح مستمرا تيجي بقى تسأل تقول لي طب ايه مشكلة يقول لك لا كانت الشقة ايجارة 3000 جنيه بقت 20 ألف جنيه اللي مش عارف مين بيدفعها 20 ألف وإحنا طيب انت عايز انت عايز ده هتش عارف طيب وتجد مثلا مسؤولين في الحكومة يقولوا على فاكرة احنا عندنا حمل كبير وبعدين تلقى المواطن يقول ايه على فاكرة احنا عندنا حمل كبير وبعدين تجد الناس في الاعلام يقولك على فاكرة انت عندنا حمل كبير طب انت بتقول لي مين يعني انا مثلا في موضوع الكاربة او ليه يا سيادة وزير الكاربة مش ممكن كده جماعة تصرفوا انت المسؤول لازم تتصرف فهو ممكن يبقى عنده حل ممكن يقل يعني مثلا مثلا يعني انما في الموضوع ده مصر كلها حكومة وشعبا تتساءل ولا أحد يجيب ايه هي السياسة ايه هو التخطيط لازم حد يطلع مرة يقول للناس يا جماعة نحن نستوعب هؤلاء الضيوف للأسباب واحد اثنين او لا احنا بقى لان نستوعب احدا وهذا رقم كبير احنا عايزين مثلا العشرة مليون دول يبقوا خمسة وعلى فاكرة ستل رقم كبير خمسة مليون اضافة او لا احنا ما عندناش مشكلة مع هذا الامر هو بس الناس تقنن وضعه طيب انا عايزة اسأل سؤال للمرة الرابعة لو قننوا وضعهم المشكلة خلصت ما عرفش وطبعا بقى فيه شكوى وغضب بلا منطق طب انت عايز ايه يقولك لا شفت قال ايه ماشي خلاص ماشي ده يمشي علي يمشي إبراهيم يمشي عثمان يمشي خلاص دول الاربع دول دايقوك يعني عمل ده فيه واحد ضرب واحد امبارح في الحصري ضربه زي اي مواطن بيضرب اي مواطن ياخد جزاؤه ولو عامل تجاوز او بتاعي هتم ترحيله طب والباقي بيقوموا كل يوم الصبح يضربوا بعض بيقوموا كل يوم الصبح بيشتموا مصر يا جماعة في حاجات كده بتتعمل في الفضاء في في اكيق طيب ارجع لك للسؤال الاهم بقى ارجع وراء كده اربع خمس سنين العدد كان كام ودلوقتي بقى كام طب دخلوا ازاي دخلوا ازاي دخلوا لان مصر كان بتاعي انه فيه ظروف قاهرة بالنسبة للناس دي والناس دي ما تقدرش تقعد في الدول بتاعتها ما تقدرش ظروفها صعبة جدا وقت ليبيا وقت سوريا سوريا قبل كده طبعا السودان دلوقتي السودان على فكرة الوضع بيسوب طب انت هتعمل ايه طب انت مثلا سؤال عشر او اتناشر هل انت هتقبل باعداد اضافية يعني مثلا النهاردة السودان الوضع فيها اسوأ كثيرا لو جالك عدد اكبر هتقبل باعداد اضافية لو ضيق العيش في سوريا وجيه وانتو عارفين اخواننا السوريين من الناس اللي بتقعد وييجي ارايب هل انت بتسمح بدا المواطنين دول يا جماعة زي اي مواطن عربي هو يدخل مطار القاهرة ياخد تأشيرة وبيدخل هو خارج امتى بقى بتاع انت عايز تقول لي انك بتمشي ورا كل واحد داخل المطار هو هتبقى حددتك ايه معاه انه الراجل ده ادر انه هو يعمل الكلام ده ولا لا انا على فكرة ما عنديش اجابة لو انت عندك موارد بيتم صرفها للصرف عن الناس دي جايز تقدر انا معرفش لو ما فيش موارد يبقى انت اكيد ام ودخلنا على فكرة في الخناءة بتاعة المهاجرين واللاجئين وانا شرحت لحضراتكم الفرق بين ده وبين ده اللاجئ ده عنده ظروف تمنعه انه يبقى موجود في البلد اللي كان فيها ومضطر يغادرها اضطهاد سياسي اضطهاد ديني اضطهاد اقتصادي ايا كان وبينتقل لبلد تاني انما المهاجر ده زي المهاجرين بقى اللي موجودين في امريكا في بريطانيا بتاع حد راح قعد خد شقة وعمل بيزنس وبياكل وبيشرب طيب هم قد ايه من الناس دي عندها قدرة علينا تصرف على نفسها حد يعرف يعني قد لانه مثلا برضو فيه طرف تاني يقولك يقولك على فاكرة الناس دي معاها فلوسها بتسرع قد ايه من تسعة ونصف مليون هتشي اعرف سر الاسرار طيب قد ايه من الناس دي هم ناس ما معاش فلوس خالص وعملها مشاكل وطب انت شفت لاجئ في مصر نايم في الشارع او ضيف من ضيف مصر نايم في الشارع اللاجئين اللي ان اعرفهم اللي شفتهم في مخيمات لاجئين سواء كان في لبنان او في سوريا او 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 على مدى السينية او في اه على حدود تركيا او في تركيا اللي عرفهم يعيشون في مخيمات مصر ليس عندها هذا الامر اطلاقا انت تعيش مثل المواطن المصري تماما في مصر اسمك لاجئ اسمك سمون اللي انتوا عايزينه بقى اسمك ضيف اسمك اي حد يعيش مثل ما يعيش المواطن المصري وتكاد لا تعرفه يعني لو انت اللي اتنين قاعدين راكبين اوتوبيس جنب بعض هو سوداني او ليبي او سوري مش هتعرفه الا لو اتكلم وفي منهم لو اتكلموا بيتكلموا مصري زي زي اكيد لانه بقى له سنين طيب الناس ديت من كم يوم كان فيه فيديو عمل مشكلة معلش انا اسف يعني انا عشان بفتح الموضوع فبحب ان ما افتح الموضوع اكمله للاخر وبعد كده لان انا بحبش اكرر الموضوعات ولانه يعني ما بقاش فيه حساسية بس ده موضوع شغل الناس كلها كان فيه فيديو لمدرسة فيها اخوة من احد الدول اللي احنا مستضفينهم بيقولوا العلم بتاعهم ويبدو انها مدرسة تم تخصصها ليه الجنسية دي يعني انه هما كطار في منطقة فقرروا انه يبقى المدرسة دي السلام الوطني بتاعها الصبح كده المنهج هو منهج الدولة اللي هما جايين منها ايا كانت الدولة بتاعتها الدنيا تقلبت ازاي يبقوا قاعدين في مصر ويبقى السلام بتاعهم مش عارف ازاي زيهم زي اي مهاجرين برا بيروح يعود دي مدرسة المصر معروفة دي مدرسة المصريين دي مدرسة السوريين دي مدرسة اي جنسية اه واكيد ما هو كمان السؤال بقى المهم هي المدرسة دي مرخصة ولا مش مرخصة مدرسة انا ببقولكش بقى على مطعم ولا ايه دي مدرسة فيها مثلا على ايه خمسمائة ستمائة طالب فقالك لا وبعدين طبعا احنا ابتدينا طيب انت مش بتشتكي الناس يقولك اه النقاء الجنس المصري انت عايز تقول لي انه على مدى السبع تلاف سنة اللي فاتوا دول في اي حاجة غيرت الجنس المصري يعني انت راح وناس وجم واحتلال ومش عارف ايه رايح جاي في اي حاجة غيرت تركيبة السكان المصريين واحد يقولك ايه كلها عشرين تلاتين سنة ومش هتلا مصريين وات طب ماشي انا معاك بقى بص بقى اللي انت بتقوله صح نوين تعملو ايه ايه هي سياسة الدولة وطبعا انا لم ارى احد في مجلس النواب او في احزاب او بتاع يناقش هذين مسألة قولولنا والله انا ما عنديش الارقام ولا عندي المعلومات يا جماعة اللي بياخد قرار في اي حاجة بياخدها من خلال معلومات وارقام انا ما عنديش كلام ده انا بتكلم على شيء انا ملاحظه انه كل الناس بتشتكل بعض من حاجة واحدة ودي الشيء الوحيد اللي في مصر اللي الناس كلها بتشكل بعضها طيب انتو بتشكل بعضكم مين حيحل يعني كل الناس بتقول ده مش مش ممكن طب هتعمل ايه تعالى كده اقول والله سياسة الدولة انه لا انت حر والله سياسة الدولة انه اه انت حر سياسة الدولة لا اه ولا لا هنقللهم انما تيجي تقول لي اه في خمسة ماشي الخمسة في عشرة ماشي العشرة في واحد عمل على مش عارف ايه الفيسبوك بتاعه يمشي محدش يهين مصر وهو عايش فيه ده واحد اتنين تلاتة عشرة مية الف ماشيهم الالف طب والتسعة مليون البقين انت ناوي تعمل فيهم ايه مجرد سؤال بس انا عارف طبعا كمية الهجوم اللي هتحصل لكن انتو عايزين تفتحوا الموضوع ولا عايزين نعود كل شوان وليه وعلى فاكرة مش عارفين بقى نعمل مع الناس دي ايه طيب ما نعمل ياخد اقامة ما عندكش معا مشكلة اه لو خد اقامة يمشي اللي تشوفه اللي ما معهوش اقامة هو اللي روح تمام طول ما انت قاعد في حالك وورقك سليم وبتعوش فيه انت موجود في البلد بتاكل وتشرب وتنام وتصرف انا ما عندش معاك مشكلة اه لا انا بقى مش عايز حاجة خالص لو بتصرف او ما بتصرفش او بتعمل او ما بتعملش انا مش محتاج الرقم ده في حد قال الكلام ده لا في حد قال عكسه لا في حد قال بندرس الموضوع لا في حد قال من التسعة مليون دول كم منهم لاجئ وكم منهم مش لاجئ كم منهم معه فلوس وكم منهم ما معهوش فلوس طب هما عايشين فين طب هما مين احنا بكل الارقام على فكرة بنجيبها من المنظمات الدولية زي ما انت شايف كده او تكلم الشات جي بيتي بقى تقوله يا جماعة دول مين ودول ايه وبيتوزعوا ازاي وحاجات كده انما اللاجئين في مصر كام يقولك نص مليون دول اللاجئين طيب هل انت قلتلي لا هل في حد في مصر قال انه اللاجئين مش نص مليون تلاتة مليون او اربعة مليون اتحدى انا بتكلم على حد رسمي يعني مش حد قاعد بيشرب كباية شاعة على تويتر ارجو بس ان انا كن وضحت الحكاية دي عشان عايزين نحلها بقى احنا حنفضل كل يوم نقول اصله كتير اصله عاملين لنا مشكلة حل مشكلتك وجهة انا مصر ام الدنيا انا بستوعب الناس دي ولكن وجودك عندي يجب ان يكون بشكل قانوني مقنن نقطة لا انا مصر كنت بعمل ده ولكن الان لا احتمل ده هذا العدد يجب في الاربع خمس سنين يقل بمقدار كذا نقطة انا مصر قلت للجهات الدولية ان انا عندي مشكلة هو اخره والجهات الدولية واعفة معايا وبتساعدني نقطة انما الموضوع متساب بلا نقطة الجملة مفتوحة نهايتها للاخر انا حبيت بس اقولي الكلام ده ورزق على الله انا عارف الناس يعني في الموضوع ده حساسة جدا اه انما ترجمة نانسي قنقر